اشتركوا في القناة لا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فقد كنا وقفنا على صفة الحياة من جهة تعلقاتها وقبل ذلك وقبل مواصلته والاستمرار على ذكر مسائله أريد أن أختبر أذهانكم فيما تقدم من المسائل وخصوصا التي تحتاج إلى هذا الاختبار وهذا التمرين حتى تستوعب المسائل كلها بما في ذلك المسائل العويصة المعقدة الصعبة ومن تلك المسائل مسألة الإيمان وهل يزيد أو ينقص فقد بينا أن العلماء أختلفوا في الإيمان هل يزيد أو ينقص فما هي مذاهبهم في ذلك مذاهب العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه هل يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص ماذا تقولون قلنا بأن هناك مذاهب أو أن هناك أقوالا وليس في هذه المسألة قول واحد فقط فيها ثلاثة أقوال القول الأول أن الإيمان يزيد وينقص وهذا هو الذي بدأ به وهو الراجح والمشهور وهو الذي عليه المعول أن الإيمان يزيد بزيادة طاعة وينقص بنقصانها هذا هو القول المعول عليه وهناك قول آخر يقابله وهو أنه لا يزيد ولا ينقص لأنه إما إيمان أو لا إيمان هذا هو القول الثاني والقول الثالث هو تفصيل تفصيل في المسألة ونفي أن يكون فيها الخلاف لأنه جامع بين القولين معا جامع بين القولين معا هذا القول الثالث ما هو القول الثالث قلنا إنه جامع بين من قال الإيمان يزيد وينقص ومن قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص هذا القول الثالث ذهب أصحابه إلى أن الإيمان له جهتان الجهة الأولى هو تصديق قلبي التصديق القلبي الباطني الخفي والجهة الثانية جهة العمل فأما من جهة الصديق القلبي فهو لا يزيد ولا ينقص وأما من جهة العمل فهو يزيد وينقص هذا هو القول الثالث الجامع بين القولين السابقين وقلنا إن هذا القول نفسه شطره الأول الذي هو أن الإيمان من جهة كونه تصديقا بالقلب وأنه من هذه الناحية هو صديق باطني صديق خفي لا يظهر وأنه من هذه الناحية لا يزيد ولا ينقص يمكن القول أيضا بأنه من هذه الناحية يزيد وينقص يزيد بكثرة ما يظهر للشخص من الدلائل والبراهين القطعية التي تجعله يزداد إيمانا بالإضافة إلى تأييد الله عز وجل وتوفيقه إلى التعمق والرقي في هذا الإيمان وإلى أن يدرج فيها أو في هذا الإيمان المؤمن مدارج الإيمان العالية فإذن حتى هذا القول الثالث يمكن أن نفرع عنه وأن نستل منه قولا آخر يعني هو إما أن يحيلنا على القول الأول وإما أن نعتبر القول الأول جاء مجملا وهذا فيه تفصيل وعلى هذا سيكون عندنا أربعة أقوال إذن هذه مسألة المسألة الثانية من المسائل التي تحتاج إلى مزيد مذاكرة هو أننا حينما تحدثنا عن الإرادة وهي صفة من صفات المعاني الناظم رحمه الله تعالى قال إنها تغير وتباين وتخالف الأمر والعلم والرضا ليست هي عين هذه الأمور وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت بمعنى أن الإرادة التي هي صفة من صفات الله عز وجل وأنه بمقتضاها يفعل ما يشاء وكل ما يريده يكون هذه الصفة قال الناظم تبعا لغيره ونقلا عن العلماء إنها ليست هي العلم وليست هي الأمر وليست هي الرضا يعنينا من هذه الثلاثة التي تغير الإرادة وتغيرها الإرادة الأمر يعنينا أولا الأمر ما معنى أن الأمر يغير أو أن الإرادة تغير الأمر قلنا بمعنى أن الإرادة شيء وأن الأمر شيء آخر وليست هي عين الأمر كون الله عز وجل يريد شيئا ليس معناه أنه يأمر به وقلنا بأنه سبحانه وتعالى قد يريد ويأمر ولا يريد ولا يأمر وقد يريد ولا يأمر ويأمر ولا يريد هذه كلها تكلمنا عنها تكلمنا عنها فكونه سبحانه وتعالى قد يريد ويأمر من يمثل لي لهذه الحالة مثل ماذا نعم يعني كإسلام المسلمين للراسخين في الإسلام وإيمان المؤمنين الراسخين في الإسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكبار الذين رسخوا في الإسلام وصدقوا فيه وماتوا عليه وغيرهم من عباد الله الصالحين فهؤلاء أراد الله لهم أن يكونوا كذلك أراد الله لهم أن يكونوا مؤمنين وأمرهم بالإيمان إذن فهنا أراد وأمر وقد لا يريد ولا يأمر مثل ماذا لا يريد ولا يأمر نعم هؤلاء أنفسهم لا يريد الله لهم أن يكفروا ولم يأمرهم بذلك ولم يأمرهم بذلك فهؤلاء نقول في حقهم لم يريد الله تعالى لهم إنه إسلاما ولا إيمانا ولم يأمرهم بذلك لأنهم معدومون لأنهم معدومون ثم قلنا إن الله تعالى قد يريد ولا يأمر قد يريد ولا يأمر مثل ماذا ككفرين لأن الطغاة المتمردين على الإسلام والمعادين لنبي الإسلام كأبي جهلين وأبي لهبين وغيرهما فهؤلاء لم يأمرهم الله تعالى بالكفر ولم يريد لهم أن يكونوا مؤمنين فهو إذا لم يريد أن يكونوا مؤمنين ولم يأمرهم بالكفر أراد لهم أن يكونوا كذلك أن يكونوا كافرين وأن يموتوا على كفرهم ثم قد يأمر الله عز وجل ولا يريد مثل ماذا قد يأمر ولا يريد قد يأمر بالإيمان ولا يريده لهؤلاء الطغاة إذن فخلاصة من هذا أن الإرادة والأمر متغايرا متغايرا لأنه قد يتوهم البعض أن الشيء إذا أراده الله أمر به وأن الأمر مستلزم من الإرادة وأنهما متلازمان لا أبدا لذلك نبه على هذه المسألة حتى لا يتوهم أحد أن الأمر والإرادة متلازمان فقال وغايرت أمرا وعلما والرضا أي كذلك الرضا يعني ليس هو الإرادة وأن الإرادة ليست هي الرضا فالله عز وجل إذا أراد شيئا ليس معنا أنه رضي به فلذلك غايرت الإرادة الرضا غايرت قد يريد الشيء ولا يرضاه قد يريد الشيء كما ذكرنا من قبل أنه أراد لأبي جهل ولأبي لهب ولغيره من الطغاة وأعمدة الكفر أراد لهم أن يكونوا كذلك وأن يبقوا كذلك لما سبق في علمه سبحانه وتعالى من أنهم لم يستجيبوا ولم يخرجوا من عنادهم ولم يهتدوا وما إلى ذلك فأراد لهم أن يكونوا هكذا وأن يموتوا على ذلك لكنه لا يرضى لعباده الكفر لا يرضى لعباده الكفر فهو إذن أراد ولم يرضى أراد لهم الكفر والموت عليه ولا يرضى أبدا لعبد من عباده الكفر فإذن هذا معناه قول الناظم رحمه الله تعالى وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت كما ثبت إذن فقضية الرضا نذكرها مع الإرادة لا مع الأمر يعني قد يريد ولا يرضى لا نقول يأمر ولا يرضى لأن الأمر جئنا به بصفته مغايرا للإرادة كما أننا تكلمنا عن الرضا بصفته مغايرا للإرادة فلتتضح لكم الإرادة أكثر هذه الصفة من صفات الله عز وجل ينبغي أن تعلموا أنها ليست هي عين الأمر ولا عين العلم ولا عين الرضا هذه إذن مسائل فيها شيء من الصعوبة ينبغي أن تراجع هكذا ثم نتابع مع الناظم رحمه الله تعالى فقد قال وغير علم هذه كما ثبت ثم الحياة ما بشيء تعلقت وغير علم هذه الإشارة هنا إلى الصفات الأخيرة التي تكلم عنها وهي السمع والبصر والكلام مع الإدراك عند من عده من هذه الصفات من صفات الذات ومن صفات المعاني فهذه الصفات الأربع أو الثلاث إذا استثنينا الإدراك ليست هي العلم فعلم الله تعالى غير هذه الصفات لأنه هذا الاشتباه من أين يمكن أن يأتي للإنسان اشتباه أن يكون السمع والبصر والكلام وكذلك الإدراك أن يكون هو أو هي هذه الصفات هي العلم من أين جاء الاشتباه من كون العلم الذي هو صفة من صفات الله تعالى يتعلق بجميع الممكنات والمستحيلات والواجبات وأيضاً هذه الصفات أيضاً شاملة في تعلقها فقد يتوهم أن السمع بهذه الشمولية في تعلقها شمولية المطلقة وأن البصر والكلام في شمولية في شمولية هذه الصفات في شموليتها المطلقة بالمتعلقات قد يتوهم أنها هي العلم بجامع هذه الشمولية المطلقة فلذلك لما خشي الناظم أن يتوهم أحد هذه الشبهة أزالها بقوله وغير علم هذه أي السمع والبصر والكلام مع الإدراك إن اعتبرناه كذلك هذه الصفات متباينة ومغايرة لصفة العلم فالعلم صفة وكل واحدة من هذه الصفات أيضا صفة مغايرة وليست هي عين العلم وغير علم هذه كما ثبت أي كما نقل ثم الحياة ما بشيء تعلقت أي الحياة التي هي صفة من صفات المعاني وصفة من صفات الذات ليست كبقية صفات المعاني السد صفات المعاني التي تكلمنا عنها التي هي القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام مع الإدراك إن أضفناه على قولي من قال به هذه صفات لها تعلقاتها لها يعني ما تتعلق به بمعنى أن القدرة تتعلق بالمقدورات التي هي الممكنات وأن الإرادة تتعلق بالمرادات وأن العلم يتعلق بالمعلومات كان من الممكنات أو غير الممكنات إذن فكل صفة من هذه الصفات السد من صفات المعاني غير الحياة كلها لها ما تتعلق به وقد رأينا أنها إما أن تتعلق بالممكنات فقط كالقدرة والإرادة أو أن تتعلق بها وبالبواجبات والمستحيلات كالعلم مثلا فالحياة إذن وهي مدرجة عند علماء التحيد من صفات المعاني هي لا تتعلق بشيء غير ذات الإله عز وجل لا تتعلق بشيء لذلك فإن صفات المعاني من غير الحياة كلها تتعلق بما تتعلق به إلا الحياة فهي صفة لا تعني شيئا غير الذات لا تعني شيئا غير الذات فهذا معنى قوله ثم الحياة ما بشيء تعلقت هي شيء زائد على الذات نعم ولكنها لا تتعلق بغير هذه الذات لا تتعلق بغير هذه الذات فالشأن فيها كالشأن في الصفة النفسية الوجود وذهب أيضا جمع من العلماء إلى أن الشأن فيها كذلك كالشأن في صفات السلوب لأن صفات السلوب لا تعلقات لها إنما هي شيء زائد على الذات من ناحية التصورية من ناحية العقلية لإنفهمها وإنستعبها هي شيء زائد على الذات أو شيء خارج عن الذات لكن في عقولنا فقط في عالمنا العقلي وفي عالمنا الداخلي التصوري إذن الصفة النفسية الوجود وصفات السلوب التي هي القدم والبقاء والغنى المطلق والمخالفة للحوادث والوحدانية هذه الصفات كلها ليست لها تعلقات مثل صفات المعاني فلذلك أضافوا إليها الحياة هذه الصفة أضافوها إلى الصفات السابقة التي هي ليست من صفات المعاني وإن أدرجوها في صفات المعاني من باب التسامح والتجوز والتوسع في الكلام ولكن الحياة وإن لم تتعلق بشيء سواء كان ذلك الشيء موجودا أو معدوما لم تتعلق بشيء غير الدات مما هو موجود ومن باب أولى أنها لم تتعلق بشيء معدوم فلا علاقة لها بغير الدات التي هي محلها محلها لذلك قال ثم الحياة ما بشيء تعلقت أصلها ما بشيء وإنما إن سهل هذه الهمزة للوزن ثم قال وَعِنْدَنَا أَسْمَاؤُهُ الْعَظِيمَةِ كَذَا صِفَاتُ ذَاتِهِ قَدِيمَةِ هذا البيت تكلم فيه عن مسألة من المساء العقدية من المعتقدات التي يجب الإيمان بها وهي أن أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى كل ذلك قديم ليس محدثا وعندنا أي وعندنا نحن أهل الحق أهل السنة والجماعة ومنهم الأشاعر أن أسماء الله عز وجل العظيمة أي المقدسة المطهرة المعظمة وكذلك صفاته سبحانه وتعالى وقت قدم الحديث عنها وعن أصولها لأن هذه الصفات التي تكلمنا عنها وهي عشرون ليست هي حاصرة لصفات الله عز وجل لا أبدا هذه من بين صفات ربنا سبحانه وتعالى لأنه لا يستطيع أحد أن يحصي جميع صفاته لا فنحن حينما نتحدث عن هذه الصفات نقول من صفاته تعالى ثم نتلو هذه الصفات ونعددها وهي أصول لما سوها إذا فهمت هذه فإن أي صفة أخرى تهتدي إليها أو تستنبطها فإنك تفهمها وتعقلها كما عقلت هذه وعندنا أسماؤه العظيمة أسماء الله الحسنى التي هي تسعة وتسعون اسما إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة هذه الأسماء هي أيضا بمنزلة الصفات لأن كل اسم يحمل صفة من صفات الله عز وجل فهي مثل أو مثل الصفات حينما نأتي أو نذكر اسما من أسماء الله الحسنى العزيز العزيز الحكيم القدير الباصد الخافض الرافع المعز المذل يعني كل هذه الأسماء هي أيضا تحملوا معنى الصفات لكنهم لم يدرجوها في الصفات التي تقدم الكلام عنها ولكنها نوع من صفاته سبحانه وتعالى وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة إذن صفات الله عز وجل قديمة أي لا أول لها فإذا أخذت أي اسم من أسمائه الحسنى وبحت عن أوليته فلن تجد له أولا مثل ما رأيناه في الصفات فالقدرة صفة من صفات الله عز وجل لو بحت عن متى كانت متى وجدت فلا أول لها صفة قديمة كما كنا نعرف كنا نقول في القدرة صفة قديمة أزلية يتأتى بها إعدام الممكن أو إيجاده على وفق الإرادة إذن القدرة صفة قديمة لا أول لها وهكذا جميع الصفات كذلك أسماء الله الحسنى التي هي بمنزلة الصفات فلا أولية لها فكلها قديمة وإنما قال وعندنا أي نحن أهل الحق نحن أهل السنة والجماعة ليخرج من ليس من هؤلاء وهم المعتزلة فالمعتزلة وإن كانوا فرقة إسلامية لم يقولوا بقدم الصفات ولا بقدم الأسماء قالوا إن هذه الصفات وهذه الأسماء من وضع البشر يعني البشر الخلق عندما قرأوا النصوص القرآنية والحديثية استنبطوا منها بفهمهم هذه الصفات فهي من وضعهم ومن استنتاجهم ومن استنباطهم ومن فهمهم للنص الشرعي هكذا يفهم المعتزلة ومن على شاكلتهم وقالوا إن هذه الصفات لو كانت قديمة لا لزم القول بتعدد القدماء لا لزم القول بتعدد القدماء وهذا شرك فإذا نحن قلنا طبعا على لسانهم نحن قلنا إن الله عز وزل الله واحد لا شريك له فإذا قلنا بأن الصفات قديمة وأسماءه قديمة فهذا قول بتعدد القدماء والله تعالى منزه عن ذلك ولكن أهل السنة أجابوا عن ذلك أهل السنة من الأشائلة والما تريدية وغيرهم من السلف الصالح أجابوا عن هذا الفكر الاعتزالي الذي ينفي وصف هذه الصفات بالقدام أجابوا عن ذلك بأن هذه الصفات ليست منفكة عن الله عز وجل نحن قلنا سابقا هي ليست بغير الدات ولا بعين الدات يعني هي وإن تصورنا أنها غير الذات لكن غيريتها هذه ليست غيرية منفصلة وإنما هي غيرية متصلة وتلك الغيرية في حد ذاتها هي أصلا إنما هي غيرية بتصورنا نحن بتقريب الفهم لعقولنا نتصور أن صفة من صفات الله عز وجل هي غير ذاته وأنها زائدة على معنى الدات هذا فقط للفهم نتصوره بعقولنا ونتخيله بأفهامنا لأجل أن يحصل لنا الفهم فحينما نقول إن القدرة غير الدات القادرة لسمعنا هذا أن الله تعالى في وقت من الأوقات لا يكون قادرا لسمعنا هذا أن القدرة لا تلازم محلها الذي هو ذات الله عز وجل لا القدرة صفة من صفات الله تعالى لا يمكن أن تبارحه أبدا ولا يمكن أن يكون في لحظة غير قادر أبدا وإنما انفكاكها من ناحية العقلية فقط تصورية لأن التصور يجوز أن يقع على كل شيء حتى على المحال حتى على المحال حتى قالوا يفرض المحال للحكم عليه معنى يفرض المحال يعني يفترض يتصور يتصور عقلا من أجل الحكم عليه فلذلك حينما نقول إن هذه الصفات غير الدات وأنها زائدة على الدات فليس معنا هذا أنها منفكة عن الدات لذلك هذه الغيرية التي تحدث عنها الأشاعرة هي غيرية متصلة وليست غيرية منفصلة ليست القدرة في واد ومحلها الدات الإلهية في واد آخر ليست هذه مستقلة عن محلها أبدا ليس هذا هو المقصود وإنما المقصود بهذا الانفكاك في التصور فقط في التصور لذلك فإن القول بتعدد القدماء هذا غير صحيح هذا باطل هذا باطل لأننا لا نقول أصلا بأن صفات الله تعالى شيء منفك عن ذاته انفكاكا كليا ومغاير لذاته مغايرة يعني منفصلة لا أبدا هذه المغايرة مغايرة في التصور مغايرة في يعني العقل فقط من أجل فهم هذه الصفات فصفات الله عز وجل قديمة قديمة قدرة الله تعالى لا أولية لها وإرادته كذلك وسائر الصفات قدم الله عز وجل هل تجد هل تجد له يعني هل لك أن تجد أولية للقدام لو وجدت أولية للقدام إذن فهو ليس بقديم هو محدد وهكذا في سائر الصفات وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة صفات ذاته أي الصفات التي تتصف بها الذات العلية المقدسة مقدسة للياه سبحانه وتعالى فهذه الصفات هي قديمة وقدمها لا يعني أنها منفكة عن محلها حتى نقول بتعدد القدمة ثم قال واختير أن اسماه توقيفية واختير أن اسماه توفيقية كذا الصفات في حفاظ السمعية بسألة أخرى مفيدة في هذا المقام وفي هذا الباب وهي أن أسماء الله عز وجل وأن صفاته سبحانه وتعالى هي توقيفية ليس لأحد أن يسمي الله عز وجل باسم ولا أن يصفه بوصف إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع صلوات الله وسلامه عليه ما لم يرد النص من القرآن الكريم أو من السنة النبوية أو أن ينعقد الإجماع على اسم أو على صفة فلا يجوز نسبة ذلك إلى ربنا عز وجل إذن فأسماء الله تعالى توقيفية أي واردة عن الشرع واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بها وكذلك صفات الله عز وجل توقيفية أي واردة عن الشرع إما أنها منصوصة في القرآن أو في السنة النبوية فإن لم تكن لا هنا ولا هنا فقد انعقد الإجماع عليها وهذه هي التوقفية هي الثابتة بالنص أو بالإجماع لأن الإجماع لا يمكن أن ينعقد على باطل لا تجتمع أمتي على ضلالة واختير أن اسماه هي أصل الكلام واختير أن أسماءه ولكن الوزن لا يستقيم إذا قال أسماءه فلذلك ارتكب هذه الدرورة من أجل أن يستقيم اللفظ مع الوزن فقال واختير أن اسماه أي أن أسماءه فسهل هذه بها الطريقة حتى يستقيم الوزن واختير أن اسماه توقفية كذا الصفات في حفاظ السمعية أي كن حذرا في حفظ الصفات والأسماء الوارد بها الشرع والوارد بها النص والإجماء حتى لا تخرج عنها فتسمي الله عز وجل باسم من اجتهادك أو تصفه بصفاتين من اجتهادك وفهمك لا لابد أننا لا نسمي الله سبحانه وتعالى إلا بما ورد من الشرع بالنسبة لأسمائه وكذلك لا نصفه إلا بما ورد من الشرع نفسه قد يقول قائل القدم والبقاء وهذا كله يعني أين تجده فنحن قلنا إذا لم نجد في النص ولا يعني لا في القرآن ولا في السنة فالإجماع فالإجماع أيضا لأنه لا يمكن أن اجتمع الأمة وعلماؤها على شيء ليس بصحيح وعلى شيء هو باطل ثم ذكر بعد ذلك مسألة في غاية الأهمية وهي إذا ورد في هذا النص الشرعي المثبت لهذه الصفات ولهذه الأسماء إذا ورد في هذا النص نفسه ما ينسب إلى ربنا عز وجل شيئا للخلق وهو ما يسمى بك المتشابه إذا وجدنا نصا فيه هذا النوع من التشابه أو من المتشابه فما هو الموقف الذي ينبغي أن نتخذه تجاه هذه النصوص هذا هو الذي شرع فيه الآن عند قوله وكل نص أوهام وكل نص أوهام تشبيه أو وله أو فوض ورم تنزيه إذن هذا البيت الآن دخل إلى مسألة أخرى هي مرتبطة بالتي قبلها مرتبطة بالصفات والأسماء التي هي من ناحية قديمة كل منها قديمة ومن ناحية ثانية هي توقيفية ليس لنا أن نقول اسما وأن نسمي الله به ولا أن نصفه بصفة إلا إذا ورد بها الشرع ورد بها النقل والسمع فلذلك ينبغي أن نحفظ ما هو سمعي من هذه الأسماء والصفات حتى لا نخرج عنها لكن ينبني على ذلك إذا وجدنا صفة أو شيئا منسوبا إلى الله عز وجل يتنافى مع هذا الذي نقوله كما لو وجدنا مثلا النص ينسب إليه الياد أو الوجه أو النفس أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي تنسب إلى خلقه فما هو حينئذ العمل كيف نتعامل مع هذا النص وهذا هو الذي سنبينه في الحلقة القادمة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر